نقعد معا بعد كده ونحسب تاني إسرائيل بتطلع 2 مليار متر مكعب مية إحنا بنطلع 40 مرة ضعفهم يعني كم قلنا قلنا 40 ضعف 80 مليار متر مكعب مية ده مجمل اللي بتسهلكم مصر في السنة من أمطار اللي صد عالي إلى آخر يعني إحنا عندنا مية ما يحلمش بيها أي حد عشان كده وإسرائيل بتصدر بـ 18 مليار وبتأكل 6 ونص مليون نروح الأردن جنبها سينة مساحتها 62 ألف كيلومتر مربع الأردن 90 ألف يعني قد سينة مرة ونص المية اللي في الأردن مجملة سينة 62 ألف كيلومتر مربع قد الدلتة كلها قال لا والأردن 90 ألف كيلومتر مربع يعني الأردن قد سينة مرة ونص سينة بس الأردن ما فيهاش أي مية على الإطلاق أنا عندي في سينة ترعة الشيخ زايد أو ترعة اللي بسموها ترعة السلام ترعة دي المية اللي فيها تكفي 420 ألف الدين مياه حلوة مخلوطة وعندي مياه ملحة أقدرز عليها زتون ورمان ونخيل تمر غالي جدا إلى آخره طيب الأردن بتكفي نفسها احتياجاتها الغذائية وهي عندها أقل من مليار متر مكعب مياه أقل من مليار أنا عن تمانية والأردن بتصدر لكل الخليج خضر وفاكة حتى في مصر ده ودخلت المحلات الكبيرة سور مكت الكبيرة هتلاقي خوخ جاي من الأردن وشعرف إيجي من الأردن وأسمدة من الأردن وحاجات من الأردن تروح أوروبا تلاقي من الأردن فيه خيار وفيه فاصولي وفيه منتجات زراعية أردنية الله يبقى فيه حاجة في الإدارة غرط إذا كان أنا عندي التقص الخالي وعند الأرض وعند البناء آدم والمية وعند الأسواق المحتاجة وعند البشر وعند كل المقاومات وفي الآخر تلاقي ناس طلعين يقول أصلاً ما عنديش مياه كفاية أصلاحنا مش عارف أصلاهم وقفين ضدنا في السوق الدولي أصلاهم متعنتين في الإجراءات اللي مش عارف إيه دي اسمها حجج البليد البليد دايماً بيلاقي حجج لكن لو أنت اديت نفس المياه دي لواحد تاني يدرها شوفها يطلع منها إيه وبالتالي يبقى أنا عندي مياه 80 مليار تكافيني لسؤال حضرتك هل أقدر أكتفي ذاتياً من الغذاء أو بالقطع دا حالك قلت مش أكفي 80 مليون ده أنا كافي 250 مليون ما هو كده ما هو زي الثاني زي الأردن وزي إسرائيل بنفس الكمية المياه وبالتالي طيب أنا أقدر أعمل إيه عشان أحل مشكلة الغذاء لأن أنا لو أمنت الغذاء للـ 80 مليون مصري أنا ما عنديش أي خوف على الاقتصاد المصري طيب أنا عندي محاور كتير أقدر أشتغل عليها بكرة أنا بستورد من السكر مليون و250 ألف طن سكر في السنة طيب ترعت الشيء اللي بقول عليها السلام في إسرائيل فيه أرض ملحة وماية ملحة في إسرائيل اللي هي بتعيتنا في سيناء ترعتنا اللي في سيناء أنا آسف لو خدت 250 ألف فدان من 14 ألف فدان اللي مش مزروعة حاليا إلا أرض وزرعتهم بنجر يعني الترعى موجودة والأرض موجودة والناس موجودة والشمس موجودة وقاعدين إحنا في الأرض قاعدين يعني نايمين طيب لو زرعت 250 ألف فدان بنجر ودي زرعت الخايب حاجة عبيطة سهلة مش عاوز أهم أي أبخريات دولوا واحدهم 250 ألف فدان في الفترة أربح خمس شهور أنا ما أستورتش سكر من خارك أستور اللي ما يطلع المليون و250 ألف فدان سكر طيب ما نعملش كده ليه اسألي اللي في إيده القرار لأن المشكلة فين احنا عندنا كل المقاومات والموارد طيب والنتيجة صفر يبقى فيه مشكلة فين المشكلة إدارة الإدارة والإرادة كلمتين دول اللي حطينهم جنب بعض الإرادة أولا لو فيه قائد سواء مجلس عسكري اللي هو الرئيس حاليا أو فيه حكومة وعندهم إرادة اللي نحن ننطلق هننطلق اشتركوا في القناة